السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبن كريمي بحل الجبن يتبع يجيب حاله تماما هذا الجبن ممكن يستغلوه في وصفات هكا حلوة او مالحة تابعوا معي الفيديو باش تشوفوا الطريقة ديالو والمقادير باش كيتصوب سوف نحتاج فيها اطرونس ديال الحليب عندي هنا شوية ديال الملحة وعندي ثلاثة ديال اليوغورت مسجوس سوف نأخذ واحد لكسرولا او لقيناء الطنجرة فاش نديرو الحليب ديالنا سوف نحطها فوق النار سوف نضيف المكوينة الاخرى سوف نضيف الملحة هنا بالنسبة للملحة اختيارية اللي يبغى يضيفها اللي يبغى ما يضيفها اللي مكي يبغيش المدق ديال الجبن بلا ما يضيفها هو من الاحسن بلا ما يضيفها يعني من الاحسن اللي يبغيش المدق ديال الجبن احسن ديالنا هنتم ما كتشوفو كيبان وليكم ما عرشوش كيبان وليكم ولا لا هنتم يعني الحليب بدك يديرو واحد القشرة رقيقة من الفوق يعني هنا رها قر باغلى نجمعها في الوسط وكيبدو يعني كيبدو يديرو واحد الفقاعة الصغار في الجناب مني كيوصل الحليب هاد المرحلة هادي سوف نضيفو المكوينة الاخرى سوف نضيف اليوغورت الطبيعي يعني اي نوع ديال اليوغورت يعني اي نوع ديال اليوغورت ماشي مشكل مهم ان يكون طبيعي ما فيش سقار نضروري نخليو الحليب حتي بغي فيض يعني حتى كننلاحظو ان درديك القشرة رقيقة من الفوق وفي الجناب ديال الكسرون يكون واحد فقاعة صغار هذه المرحلة فاش كننضيفو اليوغورت ديالنا يعني هنا ثلاثة نضيفو اليوغورت يعني تقريبا نضيفو نضيفو اليوغورت مسوس وغادي نبدأ نحركو وغادي نخليه فوق النار تقريبا واحد خمصة دقائق نحييدو نحركو مزيان باش تكاليوغورت يتنساج مع الحليب ويتخلط مزيان نضيفو نضيفو اضيفو نضيفو ومزيان نضيف ومزيان انا ما بغيتش نقطع الفيديو باش تشوفوا جميع المراحل دياله انتشو ما كتلاحضو راه بدا جبن ديالك يتجمع يبقى غادي وكي تفصل يعني كي يولي مفصل الجبن على الماء هاتو ما كتشوفو كيفاش كي يولي وما نفوتوش يعني خمسة دقيق فوق العافية يعني ما نفوتش خمسة دقيق لان لفقتو يعني عافك عفوا الى فتو خمسة دقيق راها تطيب لكم بزاف ومتيجيش متيجيش زوين هاتو ما كتشوفوه هو صافي بدك يتفصل هوا بدك يتكون ذاك المصل ديال الحاليب ذاك الماصفر من اللي كي يوصل هاد المرحلة هاتي صافي غادي نطفيو عليه العافية وغادي نخليوه جانبا يبرد مزيان بعد غادي نصفيوه نحنا بعد ما خليت الجبن ديالي برد مزيان كان نخدو واحدة توب ديال حياتي وكندير واحد صفاية وكنبدون نحط فيه الجبن ديالنا هلا بالنسبة لها التوب ما يعني من احسن انكم فزقوه فزقوه وعصروه مزيان باش لا كيلسقش لكم فيه الجبن يعني ما كيلسقش يعني كيلسقه حاجه قليلة انا غادي نصفيه ممكن ما قلت داروري خليوه يعني تقريبا واحد ساعة او ساعتين حتى كي برد مزيان عضو صفيوه لان صفيتو واسخون يعني كي يعطيكم كيمية قليلة من الاحسن انكم تخليوه برد مزيان باش كي تجمع عضو صفيوه وكننا نجمعو هادا هادا بها الطريقة هادي نحاول نزيرو نجمعو الكموسة وكننا نحاول نزيروها نحاول نزيروها هاكا شي حاجه تقيلة من الفوق باش كاعدك المالي فيها كي يتحيد اولا كاتشدوه او كاتشدوه كاتشدوه بيديكم بهالطريق هادي يعني كاتشدوه يعني كاتشدوه حتى كاتشدوها حتى كاتشدوه كالكميات المالي فيها هي من الأحسن يعني تحطوا عليها شي حاجة تقيلة هذا كلمة كي يخرج بسهولة وبسرعة يعني بوقت قياسي هذه نخليوها تستقطر بعد ما خليتها واحد المدة يعني تستقطرت الماديالها وهذا الما هذا ما كان رميوش يعني هذا المصل ديال الحالي براها عنده منافع كثيرة لكن اخذ واحد الشبكة بحال هادي ولا اعينوا عندي الشبكة اللي عندكم وغادي ندير فيها الجبن ديالي يعنتم ماشتو كما قلت لكم في اللول يعني التوب في الزقوه بالماء ما كيلسقش فيه الجبن يعني بسهولة كاتحيي ديه و سبقت قلت قليسقا فيه متوبة لجبن نحدث فيه łامي لسبي nueveis نكتو 피 interest يمكنك استخدام المخبوزات يمكنك استخدام المخبوز وقراش البيتزا يمكنك استخدام المخبوز نغطيه ببقي سلوفان ونخليه في تلاجة يمكنك استخدام المخبوز نضيفه في تلاجة ونرى النتجة النهائية السابق سوف تظلم جبن SMP فيها كي يجي رائع او لا هكذا للدهن يعني تكرم مع الخبز كنتمنى ان الوصفة دي ليكن تكون راقتكم بتنسوني شمال اللايك واشترك في القناة والتعليق و الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله وصفة جديدة في امان الله الى الملتقى اشتركوا في القناة